الشيطان الرجيم الأول فيما إذا كان أصل العمل مشروعا في نفسه مع قطع النظر عن توليه من قبل الجائر المسألة ذات ابتلاء وهي عبارة أن يتنسب الشخص أو ينتسب إلى إدارة أو شركة أو سلطة وضعية ويكون القيم عليها ظالما لا يجوز بالأصل إعانته على ظلمه بل لا يصح الانتساب إليه بأن يعد هذا الموظف من أعوانه مع غض النظر عن شكل ومضمون السلطة قصدي بالسلطة ليست بالمعنى المصطلح بالخصوص إنما السلطة هي عبارة عن المتبوع الذي يكون له أعوان على رأس شركة ولا على رأس هيئة ولا على رأس إدارة ولا على رأس حكم وهكذا فلا يصح الانتساب إلى الظالمين لأن يعد من أعوانهم هل يجوز الانتساب إلى إدارته وشركته لأداء عمل حلال في نفسه لو لا الانتساب إليه مثاله كأن يقوم بوظيفة فيها خدمات للناس كإعطاء دواء وتهيئة أمور وترتيب أدوار وغيرها وظيفة في ذاتها حلال هل يجوز الانتساب فيها إلى مثلها إلى مثل هذه السلطة إلى مثل هذه الدولة إلى مثل هذه المؤسسة أو لا ومرة أخرى لا يكون العمل المتصف بأنه وظيفة يكون حراما في نفسه ممنوع في ذاته كتهيئة المأكول المحرم أو كالتجسس على الناس أو 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 ما شابه في عمل محرم فكيف تصير أمورها يقول حفظه الله يجب أن يقسم الموضوع بالأول إلى إنه لا يجوز أعانة الظالم على ظلمه اثنان لا يجوز أن ينتسب المؤمن إلى الظالم بحيث يعد من أعوانه حتى لو لم يكن في نفس العمل معينا ثلاثة إذا خلصنا خلصنا من هذين الإرباكين من هذين المحرمين لهما إعانة الظالم على ظلمه أو أن يعد المؤمن من أعوانه طبعا في فرق بين التنتان فرق بين الأمرين قصدي بإعانة الظالم على ظلمه أن يكون جلادا ظلما أن يكون معينا له في نفسه على أمر حرام كتقديم المحرم له هذه إعانة للظالم ومرة ينتسب بهذا العمل إلى جمهوره المقربين يكون من الرفقاء اللسقاء للظالم بحيث إن عرش الظالمي قام على أكتافه وأمثاله فهذان حرام إذا خلصنا من هذين نقصم الباقي فنقول والعمل المنتسب فيه إليه إما أن يكون حلالا في نفسه كالموارد التي ذكرناها من خدمات الناس والاختبارات العلمية وتقديم الخدمة والإعاشة والإعالة في الأعمال الحلال وإما أن يكون العمل المطلوب منه أو المفروض عليه يكون العمل حراما في نفسه كصنع المشروب والتجسس على الناس وإلقاء البغضاء بينهم والوظيفة الإعلامية في غير حلال ووا ووا فهذا تقسيم البحث نقاط أربع قال يحرم الدخول في الولايات والمناصب من قبل السلطة طبعا الولاية بمعناها المصطلح هي أن يتولى إصدار أمر ونهي من قبل الحاكم هذا معنى الولاية والمناصب بالمعناها المصطلح هي عبارة عن الوظائف التي يتمتع بها بسلطة يعني أن يكون موظفا يعني أن يكون صاحب سلطان في العمل الذي وكل به يقول لا الولاية ولا المنصب يجوزان من قبل السلطة الجائرة والجائرة يعني الظالمة وهو على قسمين الأول أن يكون العمل في أصله مشروعا مع قطع النظر عن توليه من قبل الجائر يعني نفس العمل حلال لو كان في مؤسسة أخرى أو كنت حرا في وظيفتك لعبدت الله عز وجل من خلاله كإعالة نفسك وعيالك والمؤمنين كتقديم خدمات علمية كتقديم خدمات للناس فهذا جائز في نفسه الذي يمكن أن يحرمه هو الانتساب إلى قال كجباية الحقوق الشرعية من الخراج والمقاسمة والزكاة بشرائتها المقررة شرعان ذكر حفظه الله هذه العناوين لأنها نحو سلطة مستمرة يعني كانت الحكومات تتعامل بهذه الوظائف في أيام من الضرائب والرسوم مثلا وكتعليم العلوم المحللة قلت كالاكتشافات والصناعات والابتكارات وكإدارة المصانع والدوائر ونحو ذلك هذا عمل في ذاته حلال فهل يجوز أن يكون فيه منتسبا إلى الحكم الجائر إلى السلطة الجائرة قال هذا بحليته عبادة يتعبد بها المولى عز وجل وقد يكون في تلك السلطة أيضا عبادة وقد يحرم فالذي يجيز هذا العمل الحلال لدى الحاكم الظالم أمران الأول واحد أن يكون للقيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين فإنه لا بأس به حينئذ بل يمكن أن يكون من القربات إلى الله بل يمكن أن يكون كأفضل القربات إليه عز وجل كيف قال بل لو كان بقصد الإحسان إلى المؤمنين للحكم الظالم السلطة الظالمة المؤسسة الجائرة تؤذي بطبعها تفاضل بين الناس تباعد بين الناس تحسب الأمور أصنافا فتعطي وتمنع فأن يكون من قصدك إعطاء كل ذي حق حقه وأن يكون من قصدك جبر خواطر الفقراء وفتح أبواب المؤسسة لدى الذين إلى الذين لا يصلون إليها بطبيعة الناس والطبقية الحاكمة فمثل هذا العمل قربي إلى الله بل من أعظم القربات بل يتعبد الله به لدفع كل أذايا وبلايا قال بل ربما بل لو كان بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم كان راجحا بل يمكن أن يكون مش بس أعظم القربات أن يكون أعظم الطاعات الواجبة عليك متى لو انحصر إعطاء الحقوق بك لو كانت العلاقة التي على أساسها استدعاك الظالم للوظيفة لو كانت هذه العلاقة بينك وبينه تمتعك وتقدرك على إرجاع حقوق المظلومين على إحلال العدل بين الناس على إعطاء حقوق الناس على 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 من هذه القربات التي تحبها السماء لو كان كذلك وانحصر العمل بك وبدونك تضيع حقوق الناس ربما صار واجبا في بعض أنواعه بالنسبة إلى بعض الأشخاص عبارة المصنف حفظه الله لطيفة قال ربما صار واجبا في بعض أنواعه على بعض الأشخاص يعني حتى لا يتعذر الناس بإطلاق هذا الحكم القربي الرائع بإطلاق هذه العبادة السائغة فيقولون وهذا السيد حفظه الله أجازة مثل هذه الوظائف في مثل هذه السلطات حفظه الله قيدها بقيدين قال بلحاظ العمل نفسه وبلحاظ الشخص نفسه فإن الوظائف تختلف في خطورتها وعدمها وإن الأشخاص يختلفون في قدرتهم وضعفهم فالعمل بنفسه تتمكن أنت من تطبيقه بس ما هو العمل وهو ترتيب الناس بالدور والصفل ثم ماذا خو هذا لو كان بيدك لتمكنت من فعله وتفعله لكن أين هذا العمل من خطورة ما أنت فيه في وظيفة لدى الحاكم الجائر قل لا يلحظ العمل نفسه مثلا العمل رعاية الأوقاف حتى لا تضيع ولا تسيب حقوق الله عز وجل بين الناس العمل هو عبارة عن القيمومة لدى المحاكم يجعل قيم على القاصرين فمن الذي يجعل القيمين على القاصرين أنت هذه رعاية قد تنحصر بك أولويتها وأهميتها مثلا العمل هو إعطاء الدواء للمرضى بالعدل حتى لا يموت الناس على أبواب مددور الاستشفاء العمل 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 هو هذا العمل هو وضع برامج دراسية في بلادنا ومدارسنا وهذا من أقدس الأمور وأخطرها لإزاحة الشبهات لإزالة مواد الفساد لإبعاد الطالب والطالبة عما لا يجوز له فمثل هذه الوظائف تلاحظ فإذا لوحظت رعي خطورتها وأهميتها ومساسها مع الناس لها مساس مع الناس بشكل خطير فرعايتها والاهتمام بها في محله جميل راعينا هذه الوظائف فوجدنا خطورتها وأهميتها لكن راعينا الشخص ونظرنا إليه فلا يتمكن من فعلها لأن الأشخاص يختلفون في قدراتهم ولذا قيد حفظه الله بقيدين قال ربما صار واجبا في بعض أنواعه كهذه الموارد التي ذكرتها التي روعيت خطورتها ببعض أنواعه بالنسبة إلى بعض الأشخاص فإن شخصا يناسب دون شخص إن شخصا يتمتع بقدره وإن شخصا ضعيف في ذاته إن شخصا يؤخذ عليه هو قوي لكنه يؤخذ ويؤسر أكثر من غيره فيجوز لغيره ولا يجوز له فيصح من غيره ولا يصح منه وهكذا هذا مرة إذن عمل سائغ بنفسه لولا أنه منسوب إلى دائرة جائرة مع كونه منسوبا إلى دائرة جائزة هل يجوز هذا العمل الجائز قال نعم إذا كان كذلك من القربيات والعبادات بل ربما صار واجبا على بعض الأشخاص في بعض الحالات أو هذا ألف أولا ثانيا العمل الشرعي السائغ بنفسه مثل هذه الأمور التي ذكرتها من وضع البرامج وإعادة العدل وإشاعة الإحسان وغيرها هي سائغة بنفسها ولم يكن لي إليها سبيل حتى تنحصر به لكن الحاكم فرضها علي من باب الإكراه أكرهني عليها فهل يجوز التنسب إليه والانتساب إلى مؤسسته مع الإكراه قال إكراه بماذا وهنا أرجو من الكرام أن لا يتعذروا في مثل هذا العنوان ليجدوا فيه بابا عريضا للتولي للتوظف فإن الإكراه على شيء دون شيء الأحياة أكثرها إكراه أكثر الحياة تسلبك ميلك وحبك وخيارك فالإكراه هو إلجاؤك إلى ما لا يجوز فعله مثلا لو كان الإكراه وانتقالك من دار الذي تفعله أنت في كل عام مثلا أفيعتذر ويتحجج بمثل هذا الإكراه لأخذ الوظيفة عمل أنت تفعله على كل الإكراه على فعل خطير الإجبار على أمر عظيم كتوعده لك بالإضرار بك أو بالإضرار بمن يحترم لديك أو بالإضرار بما لا يجوز التهاون فيه بين يدي الله عز وجل لك لإخوانك لعيالك لمالك ولغيره فمثل هذا التوعد والإكراه يجيز ويسيغ لك التوظف في مثل هذه الوظائف الإكراه بأن يوعده أن يتوعده يعني بأن يتوعده الجائر على الترك يعني إذا تركت ولم تتوظف لدي أنا أضررك بما يوجب الضرر أي بما يثبت الضرر على أنك قلت الضرر لا تحسبه أنت كأنه الحزن والمكروه والشدائد التي هي من طبيعة هذه الحياة أصلاً أو المتاعب أو الإزعاجات وأي أمر من حولك موما حولك يريحك فلا يؤخذ مثله عذراً أو عرضه أو ماله المعتد به أو بعض من يتعلق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضراراً بالمكره عرفاً كأخيك وصديقك وعيالك وأرحامك أو نحوهم ممن يهمه أمره يعني تهتم لأمره ولد اختصرتها لك عبارة أن يكون الضرر عليك أو على المحترمين لديك أو على الذين لا يجوز إهانتهم من قبل السماء تقدرهم تقدسهم يقول حفظه الله وما أقرب هذه المعانات من معاناتنا بالتقية فإن التقية اضطرار فإن التقية اضطرار فتفرد التقية أحياناً مثل هذه الأمور فأتقي أتدرع بهذه الوظيفة عن الإضرار يقول هذا كله إذا كان العمل جائزاً في شريعتنا بطبعه إذا كان سائغاً بنفسه كهذه الأمور الكريمة التي ذكرناها من الوظائف جيد فمرة تسألني هل يجوز التوظف لدى المؤسسة تلك بعمل جائز بأصله أقول مرة هذه الشروط الذي يجيزه أمران الخدمة والقربة إلى الله عز وجل بصالح المؤمنين أو الإكرام لا تنسى لأنها نسبة إلى الظالم العمل الثاني أمر الثاني العمل الثاني الوظيفة الثانية هي أن يكون العمل محرماً في نفسه يطلبك الحاكم لأمر محرم لا يذهب ذهنك في الحرام فقط إلى الموبقات المعروفة كالخمر والمفاسد الأخرى فإن ما يوازن الخمر في أيامنا من غير الخمر وأمثاله كثير يبتلي به الناس يقع به بعض المؤمنين مثاله مثلاً كأن تكون الوظيفة تجسساً على إخوانك كأن تكون الوظيفة إلقاء البغضاء بين الناس فإن الحكام يفرقون حتى يسودوا كأن تكون الوظيفة إلقاء أحقاد أو نميمة أو فتنة في مجتمعاتنا اللسان من أسلحة الفتك والهاتك والأنامل والأقلام فقد تكون الوظيفة تؤدي إلى إضرار إعلامي بكرامة الدين ككتابة أو نشر أو إشاعة أو وقد تكون الوظيفة إغراءاً بالفساد سواء في ذلك المحافل والصلاة والقاعات وقد تكون الوظيفة هكذا فالوظائف المحرمة كثر هي ما يسيء إلى نفسك هي ما يسيء إلى عرضك هي ما يسيء إلى إخوانك هي ما يسيء إلى كرامتك هي ما يسيء إلى دينك ومذهبك وفي أيامنا أحوج ما نكون إلى الالتفات إليها فإن الخطورة حولنا من كل صوب وإن الانهيار فينا من كل جهة فإذن الثاني هو ما يكون فيما إذا كان العمل محرماً في نفسه مثل هذه الأمور التي عددنا عددنا عددناها وذكرناها فهي كثيرة وهذا يسوغه حصراً يعني الذي يجيزه الذي يبيحه لك حصراً هو الأمر الثاني مما تقدم معاً وهو الإكره وهو الإكره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا تتقرب إلى السماء بما يبعدك عن أهل السماء لا تكون جسراً لفاسد الآخرين لا تكون وصولياً للآخرين أو مع الآخرين بظلم وهنا لفت نظر من أقفل عن نفسه باباً من حرام فتح الله له ألف باب من حلال وكلما ضاقت الأمور بك كلما انتظرت الفرج فإن الفرج حيث الضيق وربك رب الفلق رب هذا الخلق الذي يأتيك منه الشر فالاعتماد على رب السماوات والأرض يتعين عليك وأفضل من أن تعتمد على أهل الأرض وإلا فأمرك حرام وفعلك حرام تخيل أن تكون الوظيفة إغراءاً بفساد لأعراض لتكون المجتمعات ضحية فعلك أو ضحية قولك أو ضحية منشورك أو ضحية إعلامك أو ضحية فتنتك أو ضحية لسانك وأكثر الداء في تلك البلاد في بلادنا هي من مثل هذه الأمور فالخطر محدق فيك وبك من كل جهة أذكر رواية بالمضمون لا بالنص أذكرها هكذا يؤتى بالعبد يوم القيامة يؤتى للعبد يوم القيامة بمحجمة ملؤها دم ظرف طشت وعاء فيه دم فيؤتى له يوم القيامة به فيقول هذا دم فلان الذي أهرق هو في رقبتي يقول وأنا لم أضرب بسيف ولم أطعن برمح ولم أرمي بسهم أنا ما شاركت في قتل أو قتان أنا ما آذيت ولا قتلت ولا أهرقت دمان فيقال له هذا قتله فلان بسبب قولك ذلك أو بسبب كلمتك تلك أكمل أنت أو بسبب منشورك أو بسبب كلامك أو بسبب لسانك أو بسبب سكوتك أو بسبب لفظك وهكذا فمن سنى سنة سيئة فلا يناط سيئه المباشر به فقط فإنما يتبعك سيئك وسيئ غيرك إلى يوم القيامة فمن سنى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل عليها إلى يوم القيامة إلى الآن من زمن الرغد والعدل المحمدي صلى الله على صاحب الشريعة وعلى آله من ذلك الحين إلى الآن نعاني من السنن الفاسدات يعني من بعده صلى الله عليه وآله حيث أتانا بالشريعة الرائدة التي لا جور فيها ولا ظلم من بعده والتحاقه صلى الله عليه وآله بربه تبارك وتعالى وإلى الآن نعاني من هذه الفساد من هذا الفساد من هذه المآسي من سنن سيئات جرت على المجتمعات وإلات وهكذا فالزمن ليس لك أنت في الزمن فأحسن في مدة بقائك وإقامتك هنا حتى لا يتبعك المؤبد هناك قال وهذا يسوّغه الأمر الثاني المتقدم إذا كان عدم مشروعية العمل من حقوق الله تعالى ولم يكن يترتب على الإتيان به فساد الدين وضمحلال حوزة المؤمنين ونحو ذلك من المهمات وأما إذا كان عدم مشروعيته في حقوق الناس يقول السيد حفظه الله يقول وليلتفت الكرام وليلتفت المؤمنون وليلتفت أصحاب الضمائر وأصحاب الكرامة فليلتفتوا إلى أن هذا العمل المحرم هو عمل حرام يطلبه منك الحاكم يطلبه منك المسؤول والمدير يقول حرمته من أي باب مر حرمته بين يدي الله تعالى لحق من حقوق المولى سبحانه وتعالى كالذي ذكرت أكثره من توهين دينك ومذهبك وكرامتك وطارة يكون العمل المحرم أيضا من بعض الأصناف التي ذكرتها حرام بين يدي الله عائد لظلم العبيد لظلم العباد لظلم الناس خك الله ما حرام لكن ليلتفت الكرام أن الله تعالى بحقه العام قد يسمح بتوبة لكن بحقوقه سبحانه التي فرضها على عباده لا فظلم العباد ظلم لله ولنفسك وله فظلم مضاعف ظلم خطير وقد ورد عدة من الروايات بهذا المضمون كأن إن الله تعالى يغفر للعبد ألف ذنب بينه وبينه قبل أن يغفر له ذنبا بحق أخيه العبد فظلم العباد ظلم لهم ولك ولربك لدينك لضميرك وهكذا فيقول حفظه الله يقول هذا المحرم إذا كان من النوع الأول الذي يكون حقا من حقوق ربك من حقوق ربك عليك ولا يترتب على هذا الفعل فسادا في دين اضمحلالا لشوكة المؤمنين بمعنى لا يوهن الدين ولا المذهب ولا الكرامة هذا يسوّغه الأمر الثاني شو الأمر الثاني الإكراه طيب إذا كانت المسألة أخطر من هذا سيدنا يعني إذا كان العمل حراما لكونه فيه ظلم للناس وأما إذا كانت عدم مشروعيته من حقوق الناس فإن كان فيه إطلاف النفس المحرم لم يجد ارتكابه أبدا لأجل الإكراه ونحوه مطلقا يعني تخيل أن تكون الوظيفة أن يكون الموظف جلادا أو يكون قاتلا أو تكون وظيفته فيها إزهاق للنفوس ولو بتسبيب وغير مباشرة فهنا تتجلى كرامتك ويتجلى ضميرك ويتجلى إحساسك فلا يجوز لا يجوز أن تمد اليد إلى إزهاق نفس إنسان تحت طائل الإكراه يعني إذا أكرهت حتى لا تقتل فتقتل يعني إذا أكرهت حتى لا تزهق نفسك لتزهق نفسك لتزهق نفس الآخرين قال في مثله لا يجوز ارتكاب هذا العمل ولا التنسب لهذه الوظيفة مهما كانت النتائج فإن النتائج عليك لا تسببها لغيرك لا يجوز وإلا فإن وجب عليه التحفظ على نفسه من الضرر المتوعد به يعني وإلا أي كانت الوظيفة عائلة إلى ظلم الناس من دون إزهق نفوسهم من دون قتل من دون إطلاف نفوس محترمة أقل من هذا بس فيه أذية فيه إزعاج للآخرين فيه مباشرة ظلم لهم يقول فليوازن هذا الشخص المعروض عليه العمل والوظيفة فليوازن بينما يظلم به هو لو ترك الوظيفة وبين ما يقوم به من ظلم الآخرين إذا توظف مثاله كأن يكون تهديده بعدم قبول وظيفته بقتله أو هدك عرضه أو 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 وإن توظف مثلا إن توظف قطع رحما يعني شرطه أن يقطع رحما هنا يسأل الحاكم الشرعي يرجع إلى أهل الخبرة إن لم يكن هو من أهل الخبرة يرجع إلى أهل الخبرة في الدين ليرى الملاك أي ليرى ما وراء اللفظ مما أبانته الشريعة في ملاكات أحكامنا فقطع الرحم أخطار أو إزهاق النفس أخطار كيف يرجح كيف يزن كيف تكون الموازنة بين الأخطار وبين المحرمات أيها الأهم فيراعى أيها المهم وهكذا وهذا المورد لا يسع المقام بيانه وهذا الكتاب لم يعد لبيان مثلها فليرجع فيه إلى أماكن وجودها وليسأل مرجعه ومقلده والحاكم الشرعي مسألة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطهر